طلال طالباتنا السلام عليكم مش لكم شخباركم ان شاء الله تكونوا تمام سوادس قلبي درس جديد من دروس علم الوراثة واللي ان شاء الله هنتناول به المثال الثاني من امثلة الاليلات المتعددة واللي ان شاء الله حيكون مستضدات العامل الرئيسي لكن طلال قبل لا نبدي بدرس اليوم خلي اذكركم احنا موضوع عنوانه ايش عفية موضوع عنوانه الاليلات المتعددة تعريفها للاعادة في الاعادة افادة هي وجود بدائل او حلائل او الليلات مختلفة لنفس المورثة لنفس الصفة تحدث نتيجة ايش قنا طلاب عفية لعملية الطفرة الحاصلة جزئي المادة الوراثية الدي اناي شي يؤدي هذا الشي يؤدي الى حصول تغير في المظهر علما بانها تحتن نفس الموقع الوراثي على الكروموسوم المعين امثلتها ثلاثة نظام الدم اي بي او في الانسان العامل الريسي او مستضدات العامل الريسي ثلاثة سلسلة سلسلة لون الفراء في الارانب هاي لثلاثة امثلة الطلاب احنا بالدرس السابق اخدنا المثال الاول بدرس اليوم ان شاء الله حنبدي بالمثال الثاني من امثلة الاليالات المتعددة واللي هو العامل الريسي او مستضدات العامل الريسي طلاب نفس ما سوينا بالمثال الاول نظام الدم اي بي او في الانسان نحنقسم موضوع العامل الريسي او مستضدات العامل الريسي الى جزئين الجزء الاول حناخذ بيه شرحيات الموضوع مثل ما أخذنا بنظام الـ APO في الإنسان بالجزء Damit لأخذنا شرحيات الموضوع والأسئلة الشرحية عن الموضوع نفس الحال هس رح نبدأ WIL شرحيات موضوع الاستضادات الاستضادات العامل الرئيسي بعدين إن شاء الله بالجزء الثاني رح ناخذ المسائل الوراثية لتخص هذا الموضوع فسأرجوا طلاب بالمثال الثاني المستضادات العامل الرئيسي المثال الثاني من أمثلة الأليلات المعددة المتعددة طلاب موضوع اليوم كلش مهم يعني موضوع مهم جدا حال وحال الـAPO في الإنسان يعني حال وحال المثال الأول طلاب كثير أسئلة وزارية تجي عن هذا الموضوع يعني سترى في هذه المحاضرة سترى كمية الأسئلة الوزارية اللي جاي عن هذا الموضوع راح تلاحظون بالمحاضرة تجي كمية المسائل اللي جاي عن هذا الموضوع فموضوع جدا مهم طلاب يعني دير بالك تغفل ولا لحظة أو ترمش عيونك خلال هذا الدرس حتى شلو تطلع من الدرس فاهم محافظة يعني ما كنت كثير من يجدلال فانتبهوا إياي مستددات العام للريسي طلاب يقول وهي مقدمة الموضوع بالكتاب طبعا عندنا نقرأ كتاب صفحة 129 يقول مستددات العام للريسي وهي من المستددات الأخرى التي توضح الأليلات المتعددة يعني هي مستددات حالة حال مستددات الأي والبي توضح الأليلات المتعددة لكن غيرها طبعا تم اكتشافهم من قبل العالمان لاندشتاينر وواينر عام 1940 وقد أعطيت قدر كبير من الاهتمام ليش يهتموا بهاي المستددات الطلاب وذلك لعلاقته المباشرة بيظهر حالة فقر الدم اليارقان لبعض الأطفال المولدين حديثا والمسمات بالإنجليزي أو المصالح الإنجليزي الإيريثرو بلاستوس إيريثرو بلاستوس في تالس يعني هذا المصالح الطبي طبعا ما أطلب منكم ثم يقول ولي هذا السبب يتم فحص مجامع الدم ABO والRH للمقبلين على الزواج وذلك لإستبعاد ظهور هذا المرض في أطفالهم اللي هو مرض اليرقان أو فقر الدم وليأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك طلاب تقرأ هاي المقدمة كش ما تفتهم يعني إحنا قلنا هذا الكلام كلام سرد ما تفتهم على أي شي بعد ما أوضح لك الموضوع وبعد ما أشرح لك جزئيات الموضوع طلاب تيجي تقرأ هاي المقدمة رح تكون الأمور عندك واضحة فلذلك طلاب يعني رح أدخل على هذا الموضوع من جانب آخر يعني أنا رح أطب بتفاصيل المستضادات العامل الرئيسي صراحة رح أدخل بي على شكل سلسلة أحداث قصة مترابطة كأنه ده أحتيلكم رواية حتى أدخلكم بالمود شوية شوية بطريقة خليقل شوية يعني خليقل مو طريقة روتينية ولا طريقة كلاسيكية لا على شكل قصة رح أبدأ أدخلك بتفاصيل الموضوع لحد ما تطلع من الموضوع أنه أنه كل شيء مفتهم وكل شيء واضح وكل شيء عندك معروف طلاب تذكرون تذكرون طلاب إحنا قلنا سابقا يعني بالتسعينات بداية التسعينات كان موضوع نقل الدم هو موضوع شاغل للعلماء ليش لأن إحنا كان مثلا بالحروب حوادث مشاكل كونات عركات وإلى آخر شخص راح ينزف دم بغض النظر عن السبب هيحتاج دم حتى ننقض حياته وفقد الدم شلو الذي يخلي الإنسان عايش الدم لأن الدم راح ينقل الأكسجين من الرئات صعر من الرئتين إلى الخلايا وينقل LO من الخلايا إلى الرئتين هاي أخذناها بالفصل الثاني هاي وظيفتي الدم وظيفتي الخلايا خلايا الدم الحمر فإذا الإنسان فقد هاي الخلايا بالتالي ما راح يصير عندني عملية نقل غازات بالتالي الإنسان سيختني ويموت يعني الغذاء داخل الجسم سيحيеть المهم يموت بالتالي الحصيلة يموت فأنا حتى أمنعه أنه يموت أو حتى أحافظ على حياته وروحه لازم أجيب له دم فشان أقول العلماء طلاب من ينقلون دم من الشخص إلى شخص مصاب تمام هذا الشخص أساس ميت يعني مو ميت يعني واقع مصاب أنه مرات هذا الشخص يقوم يقف على حيله يعني بعد عملية نقل الدم يتشافى وبعد عملية نقل أو مرات في بعض المرات أنه بعد عملية نقل الدم لا يبقى يموت هنا نهي هذا الشيء دوق العلماء وكذا تذكرون يعني ألد أسلسلكم الأحداث فشنو هذا دوق العلماء نقل دام ينقذ بشر نقل دام يموت بشر مرة يموت مرة يعيش فما يظل هيش الموضوع الموضوع صار عشوائي إنه إنه نقل دم لو يعيش لو يموت لو يعيش لو يموت لو يسفيد لو ينتهي فهذا الموضوع ما يصير ظل عشوائي هاي أرواح ناس فالعلماء أصدوقهم الموضوع فجالاند شتاينر اللي هو هذا طبعا جاء لاند شتاينر هذا لاند شتاينر هذا العالم لاند شتاينر طبعا هو طبيب نمساوي طبعا هو يعني كبار علماء الأحياء يعني عالم كبير يعني بايولوجست كبير جدا يعني لاند شتاينر يعني هو أصلا ما أخذ جائز نوبل بالطبع عام 1930 يعني أسحشيكم التفاصيل فجاء منه جاء لاند شتاينر قال والله لو آني لو نقل الدم لو آني لو نقل الدم فسوى راح جاء بعينات جاء مئة شخص ألف شخص مليون شخص المهم يعني نقل مئة شخص ما يقدر يجيب مليون مليون كثير وخصان باك الزمن من يجيب المليون لا عنده فيسبوك يشر لا عنده شبكتين يوتين يدور المهم نقل مئة شخص جاء بعين يعني من كل واحد أخذ عين الدم فجاء مئة عين الدم من مئة شخص مختلفين فبدأ يدرس يدرس إيش طلاب عفية يدرس نسيج الدم فشلاحظ أنه الدم يتكون بالشغلتين خلايا وإيش وبلازمة وهاي الخلايا طبعا وين تصبح طبعا طلاب تسحب تسحب شوى تصبح بالبلازمة احنا نعرف أن المادة البينية للدم هي البلازمة الدم فهاي خلايا الدم تصبح وين ببلازمة الدم إذن الدم متكون من مكونا الخلايا الدم وها بلازمة الدم أخذناها بالفصل الثاني الخلايا قلنا هي ثلاثة أنواع حمراء بيضاء صفيحات الصفيحات الدموية زيان زيان وبلازمة الدم هي بلازمة الدم فبدأ يدرس طبعا جاء فصل الدم جاء على مكونات الدم بدأ يدرس مكونات مكونات الدم راح للصفيحات عند هاي الميت شخص كله النفس الشي جاء على الخلايا الدم البيض نفس الشي عند الكل ما بيناتهم اختلاف إذا الخلايا ينتج من الاختلاف جاء الخلايا الدم الحمراء لاحظ طلاب أنه ذول المئة شخص طلع منهم أربع خلايا دم أربعة أنواع مختلفة واحدة عن اللخ وتتكرر يعني من بيت يعني هاي المئة عينة أنه أربعة خلايا خلية تختلف عن خلية وتتكرر كل نوع يتكرر يعني فش لاحظ طلاب لاحظ أنه أكو أشخاص طلاب هذا كله يعاد كلام درس السابق حتى نربط المواضيع لاحظ انه اكو اشخاص اكو على سطح كريات الدم الحمر مالتهم ايش مستضاد يشبه حرف الاي يسمى المستضاد اي ليش لان يشبه حرف الاي زيان و اكو اشخاص اكو على سطح خلايا الدم الحمر مالتهم مستضاد يشبه البي و اكو الاي بي زيان اكو الاثنينات معنى الأي والبي وأكو لا بها أي ولا أكو بالسطح الخلية فارغ زيان لاحظ هاي الأربع اختلافات ما بين هاي الميتة عينة فش قال؟ قال يا عبا اللي بي مصدد أي راح أسمي زمرة الدم مالتو أي اللي شايل بخلاية الدم الحمر مالتو مصدد بي راح أسميه فاصلة الدم مالتو بي اللي شايل أي بي فهو أي بي واللي ما شايل هو زيرو الزيرو يشبه لأو فعلى مود أنه الكل يصير حروف يعني واكفة أنه قول أي بي أي بي صفر ما قل فصيل الدم صفر فقال يا بس صفر هو أو على مودية شابهون المهم على هذا الأساس طلاب لاندشتينر صنف مجاميع الدم إلى أربعة أصناف على أساس المصددات المشيولة بسطح خلايا الدم الشخص اللي شايل أي فهو أي واللي بي فهو بي وهكذا زيان طلاب زيان خلص دراسة خلايا الدم زيان خلص دراسة شي اسم خلايا الدم راشل البلازمة ن тобой قلناكم طلاب قصة البلازمة شال يدرس البلازمة ما يقدر يطلع البلازمة من aud성 رأسه تتخثر فما يقدر يشتغل رأسه تتخثر وتفسد العينة يسوى طلاب ببلازمة الدم أخدناه موجودة بالخامس أعتقد بالرابع أكو عوامل يسمونا عوامل التخثر موجودة وين في بلازمة الدم يسوى شال من البلازمة الدم عوامل التخثر فبねぇ شنو؟ شال من البلازمة عوامل التخثر فالمادة اللي بقت بعد ما شال هاي العوامل سماها ايش مصل الدم ليش حتى يشتغل على مصل الدم براحته ما يتخثر فاشلاح الطلاب لاحظ انه الشخص اللي كان شايل بجسمه خلايا دم حمراء على سطح المصدد اي وزمرته اي انه مصل الدم لهذا الشخص شايل ايش جسم مضاد عكس المصدد اذا المصدد اي مثل ما قلت لكم بالدرس السابق اذا المصدد اي اذا المصل الدم شيشيل عكس المصدد اذا بي اذا ايش طلاب خلي انا اخوذي احرف ها لا امو اخضر اذا الجسم مضاد عكس المصدد والشخص اللي فصيلة الدم مالته بي ليس اموها فصيلة الدم بي لان شايل المصدد بي بمصل الدم شايل مصل الدم طبعا طلاب لا ننسى انه هاي خلايا الدم الحمر وين تسبح بمصل الدم فاللي شخص فصيلة الدم مالته بي يعني المصدد مالته بي أنا ليس أمينها فاصلته بي أساني ليش بي لأن أنا شايل المصدد بي زياني شخص اللي فاصلت الدم مالتو بي إذا شايل المصدد بي وين على سطح خلايا الدم الحمراء هاي وين تسبح في مصل دم مصل دمش بي جسم مضاد عكس المصدد إذا المصدد بي إذا الجسم المضاد إيش أي زيان 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 ولاحظ أنه شخص اللي شايل بخلايا الدم الحمراء مالتو أي والبي ما بي أي مصدد فارغ وشخص اللي 0 من المصددات عنده جسم المضاد A وجسم المضاد B هذا اكتشاف لاندشتاينر هذا اكتشاف لاندشتاينر زيان طلاب زيان هذا طبعا قلت لكم هذا الجدول الحفظ اكيد انتم حاضين هذا للمراجعة طلاب شوفوا سيجد حفظت الموضوع زيان بعد ما اكتشف هذا الاكتشاف بده هسا يسوي عمليات نقل الدم الذي يجرب بعد ما اكتشف هذا الموضوع اكتشف انه يا ابا ترى اللي فصيلته بي يعني المصدد مالو بي وهكذا بالنسبة لباقينا بده ينقل دم فمرة احنا نقل طلاب من واحد A الواحد A عادي عاش الشخص من B عاش الشخص وهكذا من O عاش من A B ال A B عاش فش الستنتج طلاب من هذا الشي انه احنا نقدر ننقل من فصيلة يعني نقدر ننقل دم من شخص الى شخص من نفس الفصيلة زيان زيان قال انا خلي ابدي انقل من فصيلة تختلف عن فصيلة اخرى يعني شقام سوى رجع بده ينقل من فصيلة لفصيلة اللغة تختلف فبده نقل من الاي طلاب نقل من الاي وين نقل طلاب الشخص فصيلة الدم مالتو بي يعني نقل من هذا واهب والB مريض مستلم من نقل طلاب من واحد A المريض بي اش لاحظ انه المريض بي مات ليش مات فهو من مات يسوى رجع عالسريع رجع فحص الدم اش لاحظ طلاب لاحظ انه الشخص اللي فصيلته A شايل ايش مستضدات من نوعه لذلك احنا سميناه فصيلته A لاحظ انه هاي المستضدات تتفاعلت مع منه مع الاجسام المضادة اللي شايلها شايلها المستلم بي الجسم المضاد باللي شخص اللي فصيلته بي شنو عفية اي لاحظ انه المستضد اي تفاعل مع الجسم المضاد اي الموجود فيه وين في دم المستلم في جسم المريض فبالتالي بسبب هذا التفاعل اللي صار بين المصددات الواهب واجسام المضادة للمستلم مات المريض فش اكتشف؟ لا اكتشف طلاب بسبب هاي التجربة اكتشف انه ما لازم يتقابل مصددات الواهب مع اجسام مضادة تشبه المصددات يعني شنو هذا الكلام طلاب؟ يعني ما يصير لما ننقل دم يجتمع المصدد اي مع الجسم المضاد اي وين في جسم المريض؟ اذا يتقابلوا بنفس الجسم رح يتفاعلوا الواحد مع واحد يتجلط الدم ويموت المريض نفس الحالة لاحظ انه لما يجتمع المصدد بي مع الجسم المضاد بي في جسم المستلم هذا رح يتفاعل مع هذا الينمي شابهات يتجلط الدم بالتالي يموت المريض فنتيجة هاي التجارة طلاب اكتشف انه ما لازم نجمع المصدد مع جسم المضاد يشبهه في جسم المريض بس يتجامعا يتصر تجلط يموت الشخص هذا الاكتشاف طلاب ايش سوى؟ سوى طفرة وبذاك الوقت طلاب سوى طفرة بعالم الطب سوى طفرة بعالم الطب لان هذا الاكتشاف خلانا نعرف انه ابو البي من يريد ياخد دم لازم ياخذ من واحد بي مثله او من واحد او ليش ياخذ من بي؟ لان البي بي مصدد بي هذا العفو طلاب ليش هذا الاكتشاف خلانا نعرف انه البي ياخذ من البي والاو لان البي هذا المستلم زيان طلاب؟ هذا الواهب احنا حسب ملاحظة لاندشتاينر قنا من ننقل دم ننتبه هين المصردات الواهب وين ننتبه على اجسام المضادة للمستلم مصردات الواهب من الواهب B هذا واهب المصرد B هو B إذن المصرد ما له B من ننقل دم ننتبه على المصرد هذا مع جسم المضاد هذا شوي جسم مضاد B زيان هل يتفاعل B ويالA لا ما يتفاعل إذن نقدر نقل دم بكل بساطة بدون أي خطورة لأن إيش ما يصر التفاعل بيناته ما يصير التجلط بالتالي المريض ما راح يموت وهكذا بالنسبة الباقي الأبو الأو ليش يقول من الأو للبي لأن الأو أصلا ما عنده مصددات أبو الأو ما عنده مصددات حتى تتفعل مع الأجسام المضادة بالبي فيصير نقل وهكذا طلاب بالنسبة أنه الأي نقدر ناخذ من واحد أي ونقدر ناخذ له من واحد أو والأي بي طبعا هو مستلم عام يقدر ناخذ من كل الزمر والأو لازم ناخذه بس من أو بسبب هاي الأحداث هذا الاكتشاف طلاب إش أدى؟ أدى إلى طفرة بعالم الطب سغفرك ربي وأتوب إليك طلاب هذا الاكتشاف لاندشتاينر باكل وقت أدى إلى طفرة بعالم الطب ليش؟ لأن هذا الاكتشاف طلاب أنقذ ملايين الأرواح ملايين الأرواح اللي كانت تتموت بسبع عمليات نقل الدم بعد هذا الاكتشاف صارت تعيش ليش؟ لأن بعد هذا الاكتشاف صارت العلماء يعرفون ما يصير أنقل من الواحد أي الواحد بي ما يصدر نقل من واحد بي الواحد اي ما يصدر نقل من واحد اي بي الى واحد او ما يصدر ليش لأن راح يصدر عندي تفاعل ما بين مصددات الواهب والتسام المضاد الموجودة بالمستلم فيموت الشخص بسبب هذا الاتشاف صدر نعرف منه نقدر ننقل منه أنا يقدر منه أنطي دم ومنه يقدر أخذ دم فهذا الشيء أنقذ كثير أرواح فبمناسبة هذا الشيء طلاب بعام الف بعام الف وتسعمية وتلاثين هذا لاندشتاينر أخذ جائزة نوبل في الطب خوش طلاب خوش زين هاي الجائزة طلاب تعرفوني شو سوت بلاندشتاينر هاي الجائزة طلاب تعرفوني شو سوت بلاندشتاينر خلتوا يشوفوا نفسه وصار عنده تحفيز مطبيع يعني أنه أخذ جائزة نوبل وجائزة نوبل هاي مو اي واحد ياخذها ياهو تشان يجي ياخذ جائزة نوبل لا عيوني لا هاي الجائزة طلاب خلتوا يتحفز أكثر فش قرر قال يلا خلي ادي اوسع دراساتي قال شنو خلي اجي اوسع دراساتي زين بذاك الوقت الطلاب كان القردة تحديدا القرد الريسي هو نوع من انواع القردة كان كلش معروف بذاك الوقت بالتسعينات يعني كلش معروف كان طبعا منيقول بالتسعينات يعني في 1800 قصده بذاك الحدود 1910 1920 6 بذاك الوقت كان هذا القرد الريسي كلش معروف فش قال لاندشناينا راح اجي اسوي دراسة على دم القرد الريسي اريد اشوف شنو الفرق بين دم القرد الريسي ودم الانسان راح شسو طلاب جاب اخذ عينة من دم القرد ايش الريسي من دم ايش القرد الريسي بالانجليزي نكتبوه ايش هذا القرد الريسي بالانجليزي ايش نكتبوه اخذ عينة من القرد الريسي طلاب ايش لاحظ لاحظ لاندشناينار انه اكو على سطح خلايا دم الحمر للقرض الرئيسي اكو مستضاد جديد يعني اكو مستضاد لا هو المستضاد اي ولا هو المستضاد بي لا يختلف عنهم اكو مستضاد غريب اكو مستضاد غريب وليكن شكله هذا وليكن خلي نقول نقول شكله هذا نفترض شاف جزء مستضاد لا خلي نقول يعني شكله خلي نقول هيت يكون شكله يعني مثل المستضاد شاف انه شكل يعني شكل جديد لا هو مستضاد اي لا هو يشبه المصدد أي ولا هو يشبه المصدد بي لا شكل جديد شكل جديد مصدد جديد ما موجود بالإنسان وين شافه بالقرد الريسي لانتشتاينر هنا صفنج قال قال يابا القرد طبعا كان تعفوا موقيتها بدأك الوقت يعني نظرية الدار والنظرية التطور اللي تقول انه أصل الإنسان هو جاي من القرد أو انه القرد تطور وصار إنسان وإلى آخر من هاي التراهات طبعا اللي أثبتها العلم إنه هاي أشياء مو صحيح بذاك الوقت لانتشتاينر شان يعتقد أنه ما بين الإنسان والقرد شبه كل شيء وفعلا يعني حتى لو يصنفحص الدييني القرد أو دييني الإنسان أكو تشابه 90% بالمادة الوراثية فهم وشانوا يعتقدون هذا الشيء بذاك الوقت فقال يابا إذا القرد عنده هذا المصدد أعتقد الإنسان عنده هذا المصدد لأنه يتشابههم فيما بينهم بالمادة الوراثية يعني بالتركيب الجينية فقال آني بالتسعين طبعا طلاب هو شوقت اكتشاف هذا الاتشاف للانتشتاينر هاي الاتشاف هذا الجدول شوقت سواء للانتشتاينر بالـ 1990 ترى تخيل بالـ 1990 اكتشف هذا الشيء زيان هو شوقت اكتشف أنه أكون مصدد جديد بالعام للريسي بالـ 1940 الفرق بين هاي السنة وهاي السنة أربعين خلال هاي الأربعين سنة جدت تطورت الأجهزة جدت تصار تطور بالعلم يعني تخيل أربعين سنة العلم مش قدي تطور خلال هاي الأربعين سنين تطور العلم فقال خلي أستخدم الأجهزة الحديثة وأرجع العينات الدماء للإنسان بل كي ألقي هذا العامل اللي لقيته بالقرد الريسي ألقيه بالإنسان خلي أجرب ففعلا رجع وجاب ميت عينة من عينات الإنسان وجابهم هاي الميت عينة طلاب هاي الميت عينة طلاب هم نفس الحالة يعني نفس الشي اللي شافه بال1990 رجع شافه بال1940 نفس الشي لكن اش لاحظ طلاب لاحظ أنه نفس المستضد اللي شافه بالقرد الريسي هم رجع شافه وين رجع شافه على عينات 85 تخيل هو أخذ ميت عينة طبعا سبيل المثال أخذت ميت عينة 85 عينة لقى بها نفس المستضد اللي شافه بالقرد الريسي لقاها بالإنسان 85 عينة من أصل 100 عينة يعني 85% لقى موجود أيضا نفس المستضد اللي شافه بالعامل الريسي نفس شكله شافه وين موجودة أيضا بصطح خلايا الدم الحمراء للإنسان إذن إيش اكتشف مصدد جديد يعني هو قابل بال1990 اكتشفهم الأي والبي بعدين بعد 40 سنة طلاب رجاء اكتشف أنه أكون مصدد آخر لا يشبه الأي ولا يشبه البي لا يشبه المصدد اللي شافه بالعامل الريسي لذلك يسمى طلاب سمى إيش يسمى طلاب سمى مصدد العامل الريسي نسبة إلى أول مرة وين شافه بالعالم الريسي شنو مصدد العامل الريسي مو العالم العامل الريسي ليس سمى مصدد العامل الريسي لأن أول ما شافه وين شافه في القرد الريسي فنسبة إلى اسم القرد سمى مصدد العامل الريسي عرفنا طلاب نيجد تتسمية تمام فش لاحظ طلاب لاندشتاينر لاحظ أنه 85% من عينات البشر هم تحتوي نفس اللي موجود بالقرد زين فش قال ش قال طلاب قال يا أبا الشخص اللي شائل مصدد أي رح أسمي زمرتو أي زين اللي شاهل أيو المصدد رأيج شلون تشوف انتبه طلاب هسا ش صار عندنا طلاب بعد ما توسعت الأبحاث وبعد سنوات لاندشتاينر اكتشفوا مصدد غير الأي وغير البي مصدد جديد هو مصدد العامل الريسي زين ليش رمزنا له بالرأيج نسبة إلى القرد الريسي الريسوس اختصار لهذه الكلمة هي الار ايج لذلك سمينا رمزنا له بالرأيج لأن أول ما شافه وين بالقرد الريسي عرفنا ليش سمينا هذا التسمي عرفنا ش قال لاندشتاينر قال ياابا الشخص بعد طبعا راح تجاسه وفحص الشخص اللي نشوفه على سطح كريات الدم الحمر مالتو المصدد أي إذا اسم الزمرا مالتو أي زين إذا أي والمصدد العامل الريسي ناتم سوى اش نسمي ش قال نسمي قال نسمي اي ار ايج موجب ها شنو معنى هذا الكلام طلاب شنو معنى هاي يعني سويت فحص دم ينطق هاي النتيجة يعني انت رحت على المختبر سويت فحص دم ينطق هاي النتيجة شنو معنى هاي النتيجة بمعنى أنه انت موجود على سطح خلايا الدم الحمر مالتك المصدد أي بالإضافة إلى إيش المصدد العامل الريسي موجب بمعنى موجود عندك زين إذا سالب بمعنى أنه انت أي زين إذا كانت هيجي أي سالب آر ايج لا عفوا إذا كانت أي آر ايج سالب بمعنى أنه انت عندك المصدد أي لكن ما عندك مصدد الآر ايج يعني انت حتكون هيج حتكون بس هيج إذا سالب وإذا موجب لا حيرجع لك عندك إيش المصدد افتهمنا طلاب افتهمناها فطلاب لاحظ أنه 85% مثلا عندي هذا البي هذا مثلا مصدد اي بي أيضا لاحظ أنه يكون مصدد آخر اللي هو العامل الريسي موجود مثلا هذا ما موجود الو موجود طلاب انتبه إيصال عندي طلاب قال أساني رحت على مختبر طلاب وأنا سويت فحص يعني سويت طلعت الإجازة رحت على مختبر سويت فحص دم طالي الفحص شان الفحص طلاب كان الفحص مالتي بي موجب يعني أنا شفت نتيجة الفحص بي موجب أنا من أشوف بي موجب وأني طالب مخلص سادس علمي شن أفسر هاي النتيجة أفسر هاي النتيجة أنا ليش قالوا لي بي لأن أنا لقوا أكيد لأن شافوا بالفحص أنا موجودة على سطح خلايا الدم الحمر مالتي المصدد بي فلذلك سموني بي زياد الموجب شنو معناته معناها أنه أنا عندي المصدد بي بالإضافة إلى مصدد العام للريسي زين طلاب زين زين لسا تقول لي أستاذ ليش ما قالوا لك بي يعني ليش ما تطلق نتيجة بي ر ايج موجب منتقلت أنه اللي عنده بي و ر ايج المفروض بي ر ايج موجب طلاب هذا الموضوع صعب يعني يسا وقتها لأطباء طلاب حتى بسطلكم الموضوع سلسلكم الأحداث أول ما اكتشفوا العام للريسي شاء الله يطل النتيجة بهالشكل يعني شخص اللي رح سيفحص دم المزوجين والآخر يطلن الفحص بهالشكل هذا الموضوع صعب على عامة الناس يجيك واحد ما يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب شنو بي شنو ر ايج شنو موجب ما يفتهم فالأطباء سهلوا يسووا وقاموا وشي يساون طلاب بدل ما يقولون بي ر ايج موجب شي يساون يساون بس بي موجب بس بي موجب للتسهيل شنو معناها هذا الرمز معناها بي موجب بمعنى أنه أنت عندك المصدد بي والموجب بمعنى أنت عندك الار ايج زيان إذا سالب إذا بي سالب إذن أنت عندك بي بس ما عندك إيش بس ما عندك ر ايج بمعنى طلاب علامة الموجب تدل على إيش على وجود الار ايج على وجود مصدد الار ايج بالجسم إذا أنت سالب بمعنى أنت ما عندك ر ايج بسطح خلاية دم الحمر مالتك أساني دمي بي موجب آني بي موجب بس إذا أنا قلت لك مثلا أنت طالب قلت لك يا با آني بي موجب مش راح تتخيل راح رأساً تتخيل انه أنا خلاية دم الحمر مالتي اش بيها؟ بيها المصدد بي وبيها الـRH ليش سموني بي موجب؟ لأن عندي الـB ليش موجب؟ لأن عندي الـRH فسموني ايش؟ بي موجب يسموني شوف هاي الـB وهذا الموجب زيال لو سالب رأساً راح تعرف انه أنا عندي الـB بس ما عندي الـRH لذلك سموني سالب إذن طلاب إذن الـRH بشنو جاي يفيدنا؟ إذن ها طالب يقول ها أستاذ ها سربطت المعلومة يعني هسا احنا منه نقول اي موجب مثلا زمرت الدم مالتي اي مول او موجب اي او بي موجب او اي موجب هسا انت اي موجب بمعنى انه انت انت تروح سيفحص دم طلاب رح سيفحص دم على اقرب مختبر راح يطيك الفحص مالتك نفتر انت قال لك انت اي موجب بمعنى شنو؟ يعني بمعنى سطح خلاية دم الحمر مالتك شبهها طلاب؟ بيها المصدد اي وبيها المصدد RH اثنيناتهم زلو قيل لك اي سالب بمعنى انه انت عندك الاي بس ما عندك RH هاي معنى السالب والموجب طلاب علامة الموجب تدل على وجود العام مصدد العام للريسي بدمك علامة السالب تدل على عدم وجود مصدد العام للريسي بدمك واضح طلاب واضح طلاب كل هذا الحجيته كل هذا الكلام اللي حجيته هذا كل ما مطلب منك هسا تقول لي استاذ صال لك ساعة تحتي ربع ساعة ما تجي شقد عشرين دقيقة ربع ساعة والله فلا عرف هذا اللي حجيته ما مطلب منك كل ما مطلب لكن طلاب هاي المقدمة راح تسهل لك ام الموضوع ندخلوا بدرسنا هسا هسا تنصد هسا تقول لك دخلت بالدرس اي شوفوا السالان من ندخل بالدرس راح كل الكلام اللي هسا راح تحتي راح تكون عارفوا وفاهموا يقول طبعا هاي بالمزة المثالة الثانية مصددات العام للريسي العامل الريسي ليسميناه عامل الريسي لان اول ما اكتشفوه العالم لاندشتاينار واين شافوه بالقرد الريسي فليان اول ما شافوه بالقرد الريسي سموه على اساس وين شافوه القرد الريسي اذا هو العامل الريسي زيان ليش عار ايج ليش نرمز للعامل الريسي بالعار ايج لان اختصار كلمة اللي هو اسم القرد اللي اكتشفوه بهذا المصدد طلاب يا ابا صار سالم جيد غالي 2000 مكالمة المهم طلاب مقدم معلومات عامة تساعدنا فيهم الموضوع طلاب سرح هرجي اسرد معلومات الملزمة ورح تفتم الموضوع تدري يجي العامل الريسي يقول هو مصدد هذا مو تعريف انما هاي معلومات اليك يعني تعريف بس يعني هو مو تعريف مطلوب انما حتى اني عرفك على العامل الريسي يقول هو مصدد موجود وين على سطح كرات الدم الحمراء حال وحال لأي وحال وحال مصدد دلبي هو مصدد حال وحالهم بس يختلف عنهم سموه العامل الريسي لانه اول ما شافه لاندشتينر وواينر وين شافه بال1940 وين شافه على سطح كرات الدم الحمر للقرد الريسي هاي ما موجود بالكتاب هذا كله ما موجود بالكتاب طلاب هاي معلومات انا يجيبها من المصادر حتى افهمك الموضوع اللي هو نوع من انواع القرى ده زي ثم يقول العامل الريسي ما لو اي علاقة بتسمية مجامع الدم يعني فعلا طلاب العامل الريسي مدى يدخل تسمية مجامع الدم من اللي يحدد مجامع الدم هو المصادر اي وبي يعني اذا انت شخص فاصلت الدم مالتك بي اذا انت ليس مواك بي لان انت تحتوي على المصادر بي اذا اي لان تحتوي على المصادر اي زي اذا اي بي انت فاصلتك اذا انت تحتوي على المصادر اي بي اذا ما عندك لا الاي ولا البي قالوا لك او قالوا لك أوه هل ادخل العامل الريسي بالموضوع ما ادخل إذن هو ما له علاقة بالتسمية طلاب واضح طلاب ما له علاقة بالتسمية زيان لكن شي سوي طلاب هو يحدد إشارة زمرتك إذا كانت موجبة أو سالبة زيان يعني هو يحدد فقط إذا أنت موجب أو سالب كذلك إيش هو له علاقة بوجود مرض اليارقان بالأطفال المولودين حديثا هذا الكلام ما راح تفتهمه طلاب هاي هاي بس طلاب رؤوس نقاط تمهيد لشرح اللي راح أدخل به هزا موجود بالأغلبية الساحقة للبشر طلاب 85% من الناس هما عدهم العامل الريسي إذن 85% من الناس هما موجب يعني زمرت الدم موجب معلومة طلاب الأغلبية الساحقة للبشر هما يحتأكوا بداخل السطح أو أكوا بسطح خلايا الدم الحمراء العامل الريسي أعيد 85% طلاب طلاب 85% من البشر أكوا على سطح خلايا الدم الحمر مالتهم العامل الريسي الريسي قلنا احنا الشخص اللي يحتوي عامل الريسي الريس نرمز له بإشارة الموجب بمعنى هو موجب للريس يعني يحتوي عامل العامل الريسي إذن طلاب شنستج من هذا الكلام 85% من الناس زمرت الدم مالتهم موجب لذاك شوف أنه الأغلبية موجب يعني أغلب الناس هسا فوت على الصف فوت على أنت كطالب سادس باتر ورا ما شفهاي المحاضرة رح طبعا على طلاب أصدقائك أو صديقاتك قلوا يا با كم واحد دمه موجب بدون يعني أي وبي لا بس أنه هو موجب أحنا شوف الأغلبية موجب تهمنا طلاب تهمنا إذن الأغلبية هي موجب طبعا هيدراسهم موعة شوائي هاي سوفوا فحوصات هل شوفوني اللغة بيأعدهم هاي العامل الرئيسي زيان ثم يقول لا.. فاللي عنده العامل الرئيسي شوف沒錯 الشوف يقول اللي عنده العامل الرئيسي بدمه نكتب على دمه موجب هarks يعني يحتوون الآن واللي ما عنده نكتب عليه سالب هarks ثم هنا لك قاتب لك ملاحظة بما أنه غالبة البشر يحتون ال jednak يعني بما أنه غالبة البشر موجب للケر يعني يحتون الiek والأقلية سالب للأ followed موجب سائد على الآرات سالم. يعني إذا أقول لك الطلاب أقول لك أن أغلبيت البشر عندهم عامل ريسي. أغلبيتهم عندهم بصدد العامل الريسي. 85% منهم والأقل معتهم. إذن منه السائد اللي عنده سائد على ما عنده. واضح طلاب واضح. زيان. ثم يقول طلاب طبعا كل ما مطلبا منك هذا بس طلاب حتى أسهلك الموضوع. حتى من تدخل الموضوع أنت مفتهم الموضوع. لأن الكتاب صراحة ما عفشون شرح الموضوع. المهم يقول لك هنا يقول لك أكيد أنت سامع بفصلة الدم أي موجب أو بي موجب أو سالب. صح لو لا أكيد صح. إحنا نقول أي موجب المنو طلاب أسأني من أقول لك أي موجب. أسأني من أجي آني تجي عليه تسوي فحص. أسأني أبو مختبر جيت عليه قلت يسوي لي فحص دم. فأنا رح أقول لك نتيجة الفحص مالتك أي موجب. شنو معنى هذا الكلام طلاب؟ يعني أنه أنت خلايا الدم الحمر مالتك شبيها بيها المصدد أي بالإضافة إلى المصدد آر إيج. المصدد العان الريسي. زيان لو قاعد لك أي سالب ش راح تقول بمعنى أنت عندك المصدد أي لكن ما عندك المصدد آر إيج. وهكذا بالنسبة لباقي الزمر. وهذا حظ الله أبو أضحى. زيان الأو اللي فصلته أو موجب. أو موجب بمعنى أنه أنت سطح خلايا الدم الحمر ما أكيد. يعني إحنا ليس ميناء أو لأنه هو زير من المصددات. يعني زير من الأي وزير من البي. بس عندك الار إيج. إذن أنت بهاي الحالة اللي موجب أوه حيكون هيج سطح كرايا الدم الحمر ما أكيد. زيان لو سالب أوه راح تكون هيج. لو سالب أوه راح تكون فارغة. لا مصدد العام الريسي ولا الأي ولا البي. وهكذا طلاب بالنسبة لباقي الزمر. افتهمنا طلاب إحنا على يا أساس جاي نقول موجب وسالب. بدأت افتهمون طلاب. يعني الموجب علامة الموجب بمعنى عندك عام الريسي. سالب يعني ما عندك العام الريسي. زيان زيان. بمعنى طلاب علامة هنا كاتب لك يا بالتفصيل بمعنى علامة الموجب مع الفصال يعني عندك العام الريسي والسالب يعني ما عندك العام الريسي. طلاب طلاب هنا مهم كلش. هاي الفقرة جدا مهم. طلاب رجاء نتابعوا لي ياها. رجاء الرقزوا إياها. هاي كلش مهمة بنقل الدم. يقول طلاب هنا يقول لك أي شخص فصيلته ما بيها العام الريسي. أي شخص فصيلته ما بيها العام الريسي. شلو ده مهو سالب حيكون حساس طلاب ايش حيكون حساس ضد اي فصيلة بها عام الريسي اطلع من الملزمة طلاب عوفك من الملزمة تعال هنا شنو اش قلت لك طلاب اي شخص طلاب اي شخص فصيل للدم مالته سالب بغض النظر اذا كانت اي بي اي بي او المهم هو سالب بغض النظر عن الفصيلة اي واحد سالب طلاب حيكون حساس ضد اي فصيلة موجب مهما كانت اي واحد سالب طلاب حيكون ايش حساس حيكون حساس ضد اي فصيلة موجب حتى لو كانت موجب اي بي اي بي او اي واحد سالب طلاب حيكون حساس ضد الموجب شنو معنى حساس يعني ما يقدر ياخذ من واحد موجب يعني اذا انا اليوم دم نفترض انا سالب اي انا صار عندي مرض لا سامح الله حادث فقد الدم انا ما اقدر اروح ااخذ من واحد موجة باي صح هو نفس فصيلتي شوف اي باي نفس الفصيلة لكن شنو انا المريض انا سالب بمعنى ايش انا ما عندي الار ايش ما عندي انا سالب شنو معناها لا يوجد ايش ار ايش السالب الموجة بيعني يوجد ار ايش ها يعني اختلاف وين دايسر طلاب الاي بالاي نفس الشي اتناع دا المصادة اي لكن انا المريض اللي سالب ما عندي ار ايش واللي احتاج منه دم عنده ار ايش عنده من مصادة دلعامل الريسي هل اقدر اخذ دم منه لا ما اقدر اخذ دم ليش ما اقدر اخذ دم طلاب لان في حال اخذت من هذا دم في حال اخذت من هذا دم وصار هو واهب واني مستلم مش راح يصير طلاب انا مصادة اي مع المصادة اي ماكو مشكلة لكن راح يدخل الجسمي ايش طلاب هو عنده مصادة دلعامل الريسي فمرأةalen دامي ahaha بسطس النقل يشخص هذه أجسام غريبة لماذا يشخص أجسام غريبة لأن الدم مال هذا الجهاز المناعي فجأة بعملية نقل الدم طب فجأة جسم غريب الجهاز المناعي طلاب ما متعرف على هذا الار ايج ليش؟ لأنه هو سالب للار ايج هو ما بي ار ايج ما بي مصدد العام للريسي فجأة بنقل الدم أنا جبت من واحد موجب هذا الموجب يعني عنده عام الريسي عنده مصدد العام للريسي فجأة طب الجسمي جهاز المناعة مباشرة راح يشخص هذا الار ايج طلاب على أنه هو عدو شي سوي يبدي يكون أجسام مضادة ضد هذا المصدد اللي هو مصدد العام للريسي يتفاعلون بالتالي أموت إذن أنا حساس ضده خلاصة الكلام طلاب أي واحد سالب ما يقدر يأخذ من الموجب مهما كان دمه أنا بما أنه سالب لازم أخذ من واحد سالب ما أقدر أخذ واحد موجب ليش؟ لأنني جهاز المناعة مالي متعود أنه ما بي ار ايج سالب لل ار ايج لأنني دمي سالم جهاز المناعة مشخص أنه أنا سالم ما أقدر أخذ من واحد موجب بس أخذ من واحد موجب طلاب رأسا رأسا طلاب جهاز المناعة جهاز المناعة مالكي هو سالم بيدم سالم يشخص الأر ايج اللي يجيني أنه عدو يبدي كون أجسام مضادة ضده فيتفاعل بالتالي أموت تكتل الدماتي وأموت إذن إذا أنا سالب لازم بس أخذ من السالم ما أخذ من واحد موجب مهما كانت حتى لو أنا سالب أي ما أقدر أخذ من موجب أي لازم من سالب أي مثلي لازم حتى جهاز المناعة ما يتحسس واضح طلاب واضح شوف أين يقول لك شوف أين يقول أن جهاز المناعة حيشخص من صدادة الأرج على أنه أجسام غريب أي وحارب حتى لو كانت من نفس الفصيل طلاب أين يقول توضيح أكثر إذا دمي سالب أي فأني أقدر أخذ بس من فصائل لازم سالبة لازم سالبة فما أقدر أخذ من موجب لأن جهاز المناعة حيكون أجسام مضادة ضدها وأموت إذا أخذ من واحد سالبة أي وهكذا الباقي الزم الزم طول لا انتبهوا إيايا أسا إذا أنا أنا سالبة أي أنا سالبة أي احتج الدم أنا عندي خيارين لو أخذ من واحد هم سالبة أي لو من واحد سالبة أو ليش ليش أنا عندي المصدد أي هو هم عنده المصدد أي إحنا قلنا بعمليات نقل الدم وين نباوع طبعا هذا الواهب أسا أنا أنا المريض أنا المريض سالبة أي الواهب منه لازم أخذ من سالب أيهم بعمليات نقل الدم علمنا لاندستانر ننتبه للمصاددات هذا المصادد أي الجسم المضاد ينا شعيندي بي فمن أن قل الدم أباو عين المصاددات المصاددات الواهب والأجسام المضادة للمستلم هذا الواهب المصادد أي الجسم المضاد بي بالمستلم هل يصده فعل لا إذن أنا ما علي خطورة هاي واحد هاي قبل أسع بعد الار إج لازم أنا أنتبه وين مو بس للأي بي أو لا لازم أنتبه للعام للريسي هم زيان أنا سالب للعام للريسي العفو أنا سالب للعام للريسي أنا محتاج دم سالب للعام للريسي اللي آخذ منه هم سالب لأمو سالب هم سالب إذن ما كو مشكلة أنا سالب هو سالب متفاهمين زيان زيان وهكذا طلاب إذا سالب أو نفس الحالة الأو ما بي حتى يتسام ما بي مصاددات حتى نخاف منه ومس هو سالب وآن همينة آآ 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 آ الثقرر لا الثقنس موجا باية احتاج الدم يصير اخذ مسالباية لونيmission انا قلنا بعمليات نقل الدم وهنا ننتبه المصاددات الواهب هذا واهب وهذا مستلم مصاددات الواهب هو اي اذا المصادد لا هو اي وهنا ننتبه بالمستلم أين الجسم المضاد الموجود في المستلم الجسم المضاد في المستلم بشكو به زين المصادات أي يتفعل مع الجسم المضاد بي لا ما يتفعل إذن ماك خطورة هذا من جهة الآي بي أوه زين من جهة العامل الريسي طلاب ها أنا موجب للعامل الريسي واللي أخذ منه سالب هل هذا يأثر لو ما يأثر لا ما يأثر ليش ما يأثر أنا عندي عامل الريسي إذا هذا اللي أخذ منه دم عنده عامل الريسي فما يأثر وذا ما عنده ما يأثر لأنه جهاز المناعة يعرف العامل الريسي فحتى اللي أخذ منه عنده عامل الريسي فما يأثران هم عندي عامل ريسي جهاز المناع يعرف العامل ريسي زي اللي يأخذ منه دم حتى لو هو سالب العامل ريسي يصير وذا هو سالب ما يأثر علي العامل ريسي هو ما عنده عامل ريسي طب علي بس المصدد أي وان عندي المصدد أي فما يأثر طلاب المشكلة وين طلاب اللي أريد أوصل للكمية أنه المشكلة وين المشكلة بس من ننقل الموجب الواحد السالب هنا الكارثة ما يصير ماكو نقل بين موجب وسالب أبدا طلاب بين موجب للسالب ماكو نقل بس يصير من السالب للموجب عادي باعتبار ليش اللي ينقل من الموجب للسالب هذا جهاز المناعة ما متعرف على الموجب ما يعرفوا الموجب شنو معناه يعني أكو RH ما يعرفوا الRH أصلا فمن يجي RH يعتبروا عدو يتقاتلوا ويموت صاحب هذا جهاز المناعة زيان بس أنا يصير أنقل من واحد سالب لواحد موجب ليش هذا أصلا ما بي RH هو أصلا ما بي البي والمابي أصلا ما يهمني باعتبار أني عندي RH جسمي بي RH فهذا عنده ما عنده ما يهمني طلاب إذن أنا من موجب للسالب مستحيل أقدر أنقل لكن يصير من سالب الموجب عادي هيخليها قاعدة واضح طلاب واضح